بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البارحة الحصة السابقة تعلمنا السؤال الأول والحالة الثانية اليوم سنتعلم الحالة الثالثة نعود نقرأ كم السؤال ونشوف هنا أكتب عبارة الحد العام المتتالي الحسابية في كل حالة من الحالة التالية الحالة الأولى درناها البارحة والثانية درناها اليوم سنتعلم الحالة الثالثة نعم الحصة مسجلة بحول الله صح هنا مدم ذكر لنا نوع المتتالية وش قال لي متتالية حسابية جيد سنتذكر عبارة الحد العام المتتالية حسابية نعرفوا بلي عبارة الحد العام شوفوا هنا ما أعطانيش الأساس إما في السؤالة نعم إما في السؤال يقول لك يبحث عن الأساس ثم أكتب عبارة الحد العام أو مباشرة أكتب عبارة الحد العام معناها الأساس فيها فيها هنا معناها إيجاد أولا نجل نبحث عن الأساس هنا إيجاد الأساس أعفون صح نكتب وش عندي نكتب المعطيات عندي إي 11 تساوي 35 وثلاثون عندي في حال لقم 3 و إي 5 تساوي 17 هنا قلنا عدي حدين من حدود المتتالية الحسابية نتذكر عبارة الحد العام مش نقولوا نقولوا إي أنا وش يساوي تعرفوها كامل وقلنا أنا ندرت نشرت عليها ونحطيت لنا في المجموعة تعلق تليجرام درت جميع القوانين صح نكمل عملية بأنه وش يساوي إي بي زائد آن نقص بي الكل في أر هذه تسمى عبارة الحد العام لمتتالية حسابية حيث إي بي هو دالين الحد الأول إي بي هو دالين الحد الأول وبي هو دالين الحد الأول هذا الأر هو الأساس يعني المطلب أنه هو البحث عن الأساس أر صح نشوفوا نشوفوا هنا كان الصورة اللي قال لي هنا الصورة رها موجودة شوف بركة اسم تأتي تلقي الصورة صح هنا إي بي إي آن الآن نختارها 11 الآن نختارها 11 إذن وش تولي تولي إي 11 إخترنا الآن 11 والبي والبي نختارها 5 إي 5 زائد بما أننا اخترنا الآن اخترناها 11 نكتب هنا 11 ناقص بي اخترناها 5 في R زي هنا قولي يا أستاذ إي 11 نعوضها بقيمتها أي 35 تقولي يا أستاذ كذلك إي 5 نعوضها كذلك بالقيمة 17 زائد هنا نشوفوا 11 نبحث عن الأساس جماعة هنا نقولوا 11 ناقص 5 تولي تقولي يا أستاذ كم تقولي يا أستاذ 6 6 R ونحول المعادلة هذه بسيطة ذات المجهول الواحد واللي هو R معاليم في جهة والمجهيل في جهة نعم تبقى ما يتشوف كم لو أدي 17 منها وش تقولي 35 ناقص 17 تساوي كم 6 R 35 ونقص منها 18 عفوا 17 حليت هنا تقولي يا أستاذ 18 18 عفوا 6 عفوا 6 عفوا عذرا هنا اللي مش يسمع فيه اللي مش يسمع فيه يقدر هنا يقلق يكن وهذا البوت هو الكاسك الكاسك اللي عنده في الزوم في التطبيق زوم يتلقى الكاسك كليك يتلقاه باش تقدر تسمع لي صح منكم العملية قلنا خمسة وثلاثون ناقص ثلاثة 17 تساوي عفوا 18 تساوي 6 R طعفة تحلو كامل جمعش كل ما يعوش يحل المعادلة تعلم معالي في جهة والمجهة في جهة دين 17 دينها الطرف آخر تولي ناقص 17 كونج ناقص تولي بالزائد صح إذن ثم نقسم نقسم عليها 6 إذن 18 على 6 تساوي R 13 على 6 إذن R كم يساوي 3 جيد جدا 3 خلاص إذن وجدنا وجدنا الأساس هو 3 تقولي تقولي يا أستر ولينا وشوف الليحة شوف عفوا عذرا شوف نظرنا يعني رجعنا رجعنا وراح الورقاء رجعنا الحالة هذه الحالة الثنين عندي الأساس وعندي بالأكس عندي حديني من حدودها نختار يالحد هذا يالحد هذا كما حبينا باش نكتب عبارة الحد العام نختار حدها يا هذا يا هذا صح نكمل عملية إذن إجاد ولا كتابة كتابة عبارة الحد العام أو نقول أو نقول بآن بدلالتي نفس السؤال أكتب عبارة الحد الآم إما نقول أكتب أو أكتب عبارة الحد الآم المتتالية الحسابية اللي عم خلاص أنا عندي الأساس وبالأكس عندي حدين من حدودها يعني مباشرة نعاوذ نكتب العبارة الحد الآم بالمجهة المتاحة نكتب U-an وش يساوي دائما القانون يجمع هذا يحفظ U-P زائد N نقص P في R ونعوذ بما أنت ما أقول قلنا U-an بدلالة الآن معنا U-an خلوها لي كما رأى خلوها لمجهولة نعم عبارة حد الآم تكون U-an ما تكون فيها عدد مش كما يقرنا U-11 هذي مساعدة فقط تساعدتني باش نقدر نجيب الأساس أما عبارة الحد العام تكون دائما هنا U-an وهنا تكون الطرف الآخر يكون an إما مضروب إما مجموعة الحساب المتتالية اللي عدد صحة نكمل العملية قل نختار U-11 نخدم A-5 ونخدم U-11 هيا قلنا واحدة فيها تكلم باش نفهم أكثر A هنا نكمل إذن U-P وشو نختار U-P قلنا U-5 اخترنا خمسة كما تمنا البارحة نفسها زايد an خيرنا هذه خمسة أكتب خمسة والأس العفو والأس وثلاثة نكتب هنا ثلاثة نعم فيزو صح فيزو نحن اخترنا اخترنا U-5 تساوي 17 خيرنا هذه صح كما ما يتشوف U-5 عندي 17 إذن U-N وش يساوي U-5 17 زايد هذه جماعة عندكم تغلق احنا ننشرها لأنها بها أقوات ننشر هذه في هذه وهذه في هذه تبهم لحد هذا إذن U-N في ثلاثة ثلاثة وخمسة ناقص خمسة في ثلاثة ناقص خمسة عشر وآخيرا عبارة الحد العام هاي لنا هيعدي نبدأ ثلاثة بالمجهود 17 ناقص 15 تساوي كم زايد 2 هنا كتبنا عبارة الحد العام قولي يا أستاذ انت خيرتنا عفون انت خيرتنا إي خمسة لو اخترنا إي 11 نفس الفكر نفس الفكر عروح الخيرو إي 11 إي 11 وش يساوي خمسة وثلاثة أحظى فقط نكملو نكمل عمل قلنا وش تولي نختر قلنا أحرار يا هذي يا هذي أنا 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 عن قصد قلت قلت اختر وصحتها في البك الله وفتهم وخير وحدها نعم تخوض نفس البارة صح نختر قلنا اي اي انا وش يساوي نخيرو 11 قلنا اي 11 زايد ناقص 11 13 في 3 عندك تقلط خيرنا 11 11 هنا 5 5 11 عندك تقلط 17 35 خلاص نكمل عملية اذا اي ان وش يساوي اي 11 35 زايد لنفس الطريقة ننشر هذي في هذي وهذي في هذي وش تولي ان في 3 3 ان ناقص 11 في 3 ناقص 33 و 30 اذا واخيرا عبارة الحذ العام وش تساوي وش تساوي 35 و 35 ناقص 33 30 قولي يا أستاذ زايد 2 ناعم لازم تخوش لنفس النتيجة اكيد تخوش نفس النتيجة هنا كتبنا عبارة الحذ العام وهذا في هذي صحة قولي يا أستاذ انا اريد ان اتأكد ها بتأكدوا باللي باللي العبارة تعي صحيحة ام خطأ نشوف السؤال تعي بان عوضه اي خمسة عوض لي بالخمسة هنا ايا اذا لقيتها 17 انا صحيح ثلاثة في الخمسة خمسة عشر والإثنان سبعة عشر هاي لك سبعة عشر كيف كيف عوض ب 11 ثلاثة في آن في 11 تمد لك 33 33 32 ثلاثين هاي لك 35 كلاس ان شاء الله تكونوا فهمتوني ما هو رأيكم نزيد مثال آخر ام ننتقب إلى حل تمرين من الباكالوريا راح تمرين باكالوريا خلونا نسمع رأي الخرين نشوفوا انت ثانيا ما أهمي انت يا رأيك نا تمرين باك أي على بركة الله ونزيد كمية الأخر باكالوريا جيد شوفوا راح نفشيكم من الباكالوريا تمامين من الباكالوريا لحظة فقط نزل دقيقة اكرا شعور أدبية راح نشوفوا نختار نختار أي باكالوريا أي أمامكم الشاشة نمو مرهبين عندكم نختار ٢٠١١ لا نروحوا ٢٠١٣ نروح طلع أملي صح عايليك نختار هذه نختار باك ٢٠١٣ ٢٠١ الموضوع الثاني نختار نحل هذا الباكالوريا نحل السؤال الأول والثاني فقط اليوم نحل السؤال الأول والثاني نحل هذا التمرين هذا التمرين هذا السؤال هلو هذا هذا السؤال لأغلب التلميذ يخافونه وش عندي عندي يوصفر لقاء ايان متتالية حسابية حدها الأول يوصفر وآساسها خمسة نكتب بحيث ولقع طهار يوصفر زائد اولي واحد زائد اولي اثنان زائد اولي ثلاثة كم تساوي ناقص ولا تساوي أربعة وثلاثون لعنده البكاري اتأكدنا منها فقط أربعة وثلاثون أم ناقص تساوي أربعة وثلاثون لا أتكبر ببرك أن الناقص ما رأيك تساوي مش ناقص جيد ما عليك شيء ممكن هنا رحنا قال لك احسب اي سفر ثم بيّن انه اكتب عبارة الحد العام نقرأ السؤال ما باط احسب اي سفر يعني مش باينا هانا عودو نزوميها احسب اي سفر ثم هنا سؤال يجمعها بيّن انه من أجل رغم اثنينها بيّن انه من أجل كل عدد طبيعي أنه يعني هذا السؤال عفوا هذا السؤال يقصد به يقصد به كتابة عبارة الحد العام صحة على بركة الله نختار جيد لا 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 مش لي مستحيل جي ناقص قادرا جي ناقص عادي إذا كان الحدود سالبة لا ما جيش ناقص لا لا عادي عادي إذا كان الحدود هذو حدود كلها سالبة المجموعة تاعة ما هيكون سالبة صح قل لي يا أستاذ صورة واضحة الآن لا صورة واضحة الآن السفر جيد شوفوا معي مليح هنا هنا قلك احسب لا نحظة هنا كتبة العبارة التاعي هنا في المعطيات كنا قرأوا المعطيات تشغل لك الآن متتالية حسابية حدوها الأول السفر وأساسها كم خمسة هنا جمع عرا أعطاني الأساس الأساس هو كم الأساس خمسة يعني أو الأساس R يسوي خمسة جمع تبقى مليح بهذه اخترنا هذا السؤال معليش لي قد كتير تشوفر يوتيوب معليش نعوده معليش اختر أي نحل هذا المثال ونجد نحل المثال آخر لأن شوفوا جمع هنا إذا أعطك الأساس سيقول لك أعطيني الحد الأول وإذا أعطك الحد الأول سيقول لك أعطني الأساس كما يت إذا ما أعطيه هم يشفيزوش هنا أعرف إما نستعمل الواسط الحسابي هنا إن شاء الله نترقولها نفهموا لي هذه أولا ونشوفا هنا تقول لي أستاذ الأساس هو أعطاني خمسة و الأي صفر هنا إيجاد الأي صفر هنا ماذا نستعمل أعطيه 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 نعمل الحدود نستعمل عبارة الحد العام ونكتب عبارة الحد العام كلها بدلالة الإصفر إصفر مشهول نكتبها كلها بدلالة الإصفر إذا كان الأكس ونعطيك هذي المثال ونزل المثال من عندي نعطيك الحد الأول ونقول لك اجيب لي الأساس هنا ما نكتب العبارة جمعا أعطني عبارة الحد العام وإش يسوي؟ قلنا وإن قلنا اي بي زائد اي بي ناقص في ناقص في ار صح نستعمل نستعمل جميعا نستعمل تلك اي سفر بس كوطاني من اي سفر معلن نستعمل اي سفر لأغلبية حافظينها قلنا اي 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 سفر كتا اول سفر سفر تقول اي سفر زائد انا في ار حاطينا هنا سفر سفر تحفظينا هذا هذا قانون حالة عامة وهذه حالة خاصة هذي لما بي يبدأ من السفر صحة كنحط القانون هذي يا جماعة كنحط القانون هذا تقول لي ناوا اما يعطيني اي سفر خليها اي سفر مجهول واذا اعطاني اساس ار نخليه نعوضه بقيمته بخمسة وروح نحسب اي واحد اي اثنين اي ثلاثة بدلالة اي سفر كيفاش اعطوني ذرك اي ان اهنا كمل اي ان وش يساوي اي سفر خلوها مجهولة زائد انا اي سفر اي سفر اي سفر او اسسنين اي سفر اي سفر واخليها مجهولة وآر أعطى هذه في بعض البكارورية تقولنا ولو في بعض الثامنين لاكس يعطيك إي صفر والآر خليها مجهولة يعني نعود إي صفر وخلوا إي صفر مجهولة ونحن ندير مثال آخر وتفهمواي إن شاء الله هنا نشوف لي عندي إي صفر هي عندي خلاص خلوا لي المساج روح لإي واحد نبحث عن إي واحد ونبحث عن إي اثنان ونبحث عن إي ثلاثة ونساويها الأربعة والثلاثون تبا معي تشوف أعطوني إي لي واحد إي لي واحد وش يساوي تقول لي يا أستاذ خلوها إي صفر نعم خلوها مجهولة إي صفر زائد خمسة في الواحد تقول لي يا أستاذ هي خمسة في واحد وتساوي إي صفر زائد خمسة خمسة في الواحد خمسة خلاص إذن إي لي واحد ماذا وجدناها وجدناها إي صفر زائد كم زائد خمسة خليها نديرها في إطار ثم ركز معي مليح في هذه روح نحسب إي ثنين بنفس الطريقة العوضة في هذه اسمعان لونها الخيطة نحظة نحظة لونها باش تفهموني هذي 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 هي الصح خلاص ونبحث ثم نكمل عملية اي اثنان وش يساوي اي سفر اي سفر مجهولة زائد اثنين اثنين خمسة في اثنين وش تساوي واخير اي اثنان وش يساوي اي سفر زائد وخمسة في اثنين عشرة اه ايء انا جبت هذا لا 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 مش علاقة ترجع اي شفت لا لا مش علاقة ترجعين صح نكمل عملية اذا اي ثلاثة ماذا تساوي اي ثلاثة اكيف نعود ثلاثة معلش شكرا عبد صمد لحظة فقط نسكر بك الميكروفون وشكو كيدا هدرب لكي تصوت نعاود ان نعاود نروح الصورة معلش كي نكمل التمرين نعطيك تتكلم صح لكم العملية وشكو ناجم معه نعاوده مكاش الصورة روادح الصورة امامكم راي واضحة أستاذ نعم نزيد صح نكمل العملية اي ثلاثة نعاوده هنا ثلاثة ثلاثة نصطرق ثلاثة ثلاثة وش تساوي اي صفر زائد خمسة في ثلاثة اذا اي ثلاثة وش تساوي اي صفر زائد خمسة في ثلاثة خمسة عشر 0 اذا هذي ايو الش تساوي هذه القيمة بلول احمر بلول احمر كل واحدة وتعاودها متاحة هذه تعاوضها هنا ولـ 2 تعاوضها هنا والثلاثة تعاوضها هنا كلها بدلالة تاصل E0 ثم نكمل عمالية E0 خلوها مجهولة يعني أنا نبحث عليها E0 خلوها مجهولة زائد إلي واحد وجدناها هاي لك E0 زائد خمسة E0 زائد كم؟ خمسة زائد E2 عندي قيمتها هاي لك E2 هاي قيمتها E0 زائد عشرة E3 هاي قيمتها E0 زائد كم؟ خمسة عشرة وتساوي أربعة وثلاثة ثم نكمل العود وش تولي؟ E0 دقنا عود دقنا عود ما عليش ما عليش لي مش فهم نعود E0 و E0 و E0 كم؟ بني يا أستاذ أربعة E0 كي ربعة نعم نحط المعالية الفيزياء والمزاهية الفيزياء E0 زائد E0 أعفهم E0 و E0 أربعة E0 كذا زائد الخمسة والعشرة والخمسة عشر يقولي خمسة والعشرة خمسة عشر والخمسة عشر ثلاثون وتساوي كم؟ أربعة وثلاثون ثم ثم ندي المعالية في جهة والمزاهية في جهة إذن أربعة E0 تساوي الثلاثين يديها يديها من هي ربعة وثلاثين للتحق الآن مع ليش راح نعود مثال آخر يفهمني إن شاء الله صح ندي ثلاثين من هي نقص ثلاثين إذن أربعة E0 تساوي ربعة وثلاثين نقص منها ثلاثين يقولي يا شيخ أربعة نعود نقص منه E0 تعافوا تخلوا هذه معادلة أربعة على أربعة ومنه E0 يساوي كم؟ واحد هنا بحثنا عنه الخد الأول ما ليش نوصل حسابي؟ لا يعني نحصل في الحد الأول ليش وسط حسابي خلاص؟ هنا جماعة تقول لي أستاذ هذي وش من طريقة هذي؟ هذي على السماع عبارة الحد العام والعلاقة بين حدين خلاص؟ العلاقة بين حدين جبنا E1 بداية E0 وجبنا E2 بداية E0 وجبنا E3 بداية E0 جبناهم خليناهم كامل E0 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 ثم يساوي أربعة وثلاثون بعدها ولت المعادلة عندي يشوفوا مجمع عندي E0 و E0 و E0 و E0 جدا عندي أربعة E0 كتبنا أربعة E0 ودينا ثلاثين منه ولت نقص ثلاثين نقص ثلاثين نقص ثلاثين أربعة وقسمنا أربعة لأربعة وجدنا الحد الأول هو واحد ثم السؤال الثاني لكي يشوفوا ثمانية في البكالون يجب نتكيب عبارة الحد العام أنا عندي لحد الأول وعندي الأساس هاو ليك الأساس عندي الأساس ما نقدر نكتبه عبارة الحد العام مباشرة شوفوا معي مليح إذن عندي الـ E0 يساوي الواحد وعندي الـ وعندي يساوي خمسة مباشرة EAN وش يساوي EAN نكتبه قلنا إي صفر زائد آن في آرد قدرناها حصة سابقة جماعة لماذا ما أحضر الحصة سابقة قدرناها وموجودة على اليوتيوب قناة تعي يعني راني نداريها بالتفصيل المؤمن راح تفهم إن شاء الله صح هنا كمنا ما نشوف إي صفر قده واحد إذا إي آن وش يساوي واحد زائد آن مجهولة في آر خمسة ونحن نكتبها بشكل أفضل خمسة آن زائد كم؟ الواحد نكتبنا عبارة الحالث العام قولي يا أستاذ أنا حابة أتأكد باللي العبارة بتاعي صحيحة هو أعطى هالي في الثمين أعطى هالي إذا أعطى هالي مكتوبة فإذا حاب تتأكد تحب تحسب إي صفر وتحسب إي واحد وتحسب إي ثنين وتحسب إي ثنين وتحسب إي ثلاثين وتجمعهم تليهم 34 خلاص إن شاء الله تكونوا مفهمتوني هذا مثال مثال واحد نعطيك نظرك العكس هنا وش أعطاني أعطاني الأساس وما أعطانيش أعطاني الأساس وقالي ابحث عن الحد الأول نضرك نعكس نعطيك مثال آخر مثال اثنين لو أعطي لنا العكس لحظة فقط نحضرت يمنين مثال فقط لو أعطي لنا وهنا الار أعطي لي قلك الآن متتالية حسابية وش يقول لك يقول لك هنا أعطاني وش أعطاني أعطاني أساس أعطاني أعطاني أساس 6 âl أندرك العكس يقول لك حد هذا الأول حد هذا الأول حد الأول يسفر يساوي 3 وا وحيث بحيث نمتذكر بأي صفر زائد أولي واحد زائد أولي اثنين زائد أولي ثلاثة لحظة فقط أستغفر الله شوفوا معي مليح قطي لنا 24 هنه العكس درك هنه تحملو هذا احنا مجل رحك أقولي السؤال احنا أعطاني اي صفر اي واحد اي اثنين اي ثلاثين تسوي 4 وعشترون وهن أعطاني الحد الأول شوفوا فرق شوفوا أعطاني الحد الأول أكيد قالك يجب الاساس ر رغم واحد رغم اثنين اكتب عبارة الحد العام تلاحظوا باللي هذا احنا حسبت الحدود ان قتم ثنين وثلاثين لا 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 عادي اجمل في المثال تعنا هذا هروح ان نحسبه اي صفر اي صفر اعطاه لي او det ما حلقنا اصبحه الأذى و promoting و افردا خمسة في الواحد و استثقظوا و كدناml 3 15 و 11 و 16 أجمعوا لي هذا 11 و 16 27 27 27 و 37 34 عاود أكد عاود اللي قال لي لقيتها 32 عاود أنا صحاح أصلا فبكى ولي قال لي كتب لي 5 5 آن زايد 1 صح نكمل العملية كنا في المثال تعنا هذا آآ شوف السؤال عكسي ذركه اتأكد فقط لحظة لحظة فقط آه خلاص 24 و 20 جيد هنا قال لي جيد الأساس يجمع هذا هذا المثال هذا أعطي لنا الحد الأول يساوي ثلاثة وقال لي يبحث عن الأساس هنا أعطي لنا الأساس وطلب مني لحد الأول ليش كيف كيف خلاصة يعني تقريبا نفس طريقة ما تقول ليش الوسط الحسابي ما تقول ليش الوسط الحسابي ما تقول ليش الوسط الحسابي ما تزال بسكوا علاه مندلي مدلي السفر صح هيا نحل لوا مع بعض قل لي يا أستاذ بنفس الطريقة الحل نبدأ نحل له على بركتي الله بنفس الطريقة راح نقدم نكتب عبارة ال�� دولة الان e an وهنا يساوي e an عفوا EP زائد N-P الكل في R ندري في حالة عامة أولهم بعد نحطها على صفرة يعطوني تعصفر E0 E0 عفوا يساوي E0 زائد N في R لبلغ لبي حظن هذي سمعيشتني أعفضوني هذي أفضل EP صحة نحط وش عندي أعطاني E0 عوضوا بالثلاثة أعطاني E0 عوضوا بالثلاثة أعطوني ذلك العبارة E1 وش يساوي ثلاثة زائد N في R يبقى المجهول A خلاص مش كما ياتر شفنا كتب نتسلوها بالأخضر E0 خليناها مجهولة والأساس أعطاه لي ضرك الأكس E0 أعطاه لي والأساس مجهول كما يتبعنا نبحث عن الأساس إذن نكتب إيجاد إيجاد R صح لكم العملية نشوف العلاقة اللي أعطاها لي ترح تحزبه E0 تحزبه E1 ونحزبه E8 ونحزبه E3 E0 ونحزبوها عفوا E0 نعوضه بالتاعو بقيمته عفوا قيمته قيمته هو 3 ما ننسب E1 E2 E3 أعطوا لي E1 E1 أعطوا لي أعطوا لي أعطوا لي أعطوا لي 3 يمكنك العوضات هنا ونحزبه E3 أعطوا لي أعطوا لي إنه داعي وش عنددي عندي إ ‫نزائد أول إلى واحد بزائد أولي إثنان بزائد أولي ثلاثة تساوي كم ؟ تساوي أربع و عشره عطائ hers Leon أعطال ليلة إجتماعي إسلام أولا ذائد يليو ثنين هاي لك ثلاثة زائد THNINE R ثلاثة زائد ثنين R زائد يليو ثلاثة هاي لك ثلاثة زائد THLATHA R ثلاثة زائد THLATHA R تسوي كم ؟ 24 أنا جمعوني نبحث عن الأساس صح子 ونكمه الأعمالي الثلاثة نركز معيه من حياري كم?? ثلاثة ببرك عندك撣 thin vite وتلاثة 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 Goodnight ولي يا أستاذ 3 من عوضة كذا مرة 1 زوج 3 و 4 معنى 3 فالربع 12 و يتحب و 3 و 3 6 و 3 9 و 3 12 عندك الR عندك الR و 2R و 3R ولي يا أستاذ 6R جيد R و 2R 3R و 3R و 1 أخرى ولي 6R تساوي 24 صح منهكم من العمالية الدين معاليا في جهة و المشاهل في جهة أستاذ ما فهمتش معنيش نعاود 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 ورها المشكلة نعاودو شوفو نعاودو اللي مفهمنيش نعاودو ورها المشكلة حق الوقت عندنا والحمد الله صح عندي نعاود بشوي بشوي خلاص نعاود كمسي بشوي خلاص خلاص عادي اي صفر زائد اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة تسوي اربعة وعشرون رح يجي في بالك اي حاجة اي ترمية لا اي ترمية اي ترمية يتفي شفك لما يقبلك اهو اه أنا احكِي الأدبية يقولك نطبق الوسط الحسابي لا NI طبق الوسط الحسابي علнич courageous عندك الحد الأول اللي طبق الوسط الحسابي عندك يسفر لكن تبقوش الوسط الحسابي هذا كمثلة تكون كمش مجهول نطبق الوسط الحسابيے يعني جميع رائك كنت ترني مكفeling هنا عندك عبارة الحد العامها هي ليك عبارةий عامها هي ليك يستعمل تبدأ من يوسف وان اشتاوي يوسف فرزايد الفئر نشوف في بعض التمانينات إما يعطيني الحد الأول إما يعطيني الأساس في تمريننا هذا لا لا ذكرناها ذروع الوسط الحسابي ذكرنا مثال تفهموني شوف يوسف أعطاني ثلاثة هاو يوسف أعطاني ثلاثة أعطاني ثلاثة يوسف وان خليها مجهولة ان نستعمل هذا واحد واثنين وثلاثة والآن نحن نبحث عن الأساس أكيد رح يقولك ابحث عن شد الأساس في المثال ، دعوني ، فأراني ، فأنا نتوى ، أم ذلك ، فأنا نتوى سوف عشر ، أم ذلك ، نعم استداء ، نعم معذرا صح نكمل عملية شوفوا ازماع فيه المثال تاع البكارورية تاع الاولى الحل الاول اعطاني اعطيه لنا علاقة اعطيه لنا علاقة يصفر يواحد اثنين 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 اث طيالنا الحد الأول وطلب من الأساس معناها نكتب بدلالة الأساس حد الأول صحيح طالي نكتب بدلالة المجهور أنا كتبتها نعوض مرة بالصفر مرة بالصفر مرة بالواحد ومرة بالزوج ومرة بالثلاثة أعطوني إلي واحد ليش ثلاثة أول بالصفر صفر في راحت ثلاثة هاي ليك ثلاثة أعطي 1 خليها 1 في R خليها R خليها R فقط أعطي لي 2 2 2 2 في R خليها 2R أعطى ثلاثة خليها ثلاثة R ثم ماذا فعلنا ثم عود نكتبنا العبارة معه هاني كتبت هذه علاقة عطوها لي هو عطوها لي صاحب التمرين E0 زايد E1 زايد E2 زايد E3 ونجيبك واحدة قيمتها E0 كان عدي ثلاثة والأي واحد جبته هاهو اللي كتبته 3R هايلي 3R الأي 2 زائي 2R هايلي 3 زائي 2R والأي 3 زائي 3R قادر يعطي مش مرتبينة قادر يعطي إيو خمسة إيو ستة إيو سبعة ليس بالضرورة يكون مرتبين قادر يكون يعطي إيو ثلاثة إيو ثمانية في باكالورية ضحت إيو ثلاثة نحالة في اليوتيوب كذلك إيو ثلاثة زائي إيو سبعة وخدمناها وحليناها يعني مش بالضرورة كن أعطاك مثلا بك هنا مكتبة U15 تكتب لي في هذه 3 15 R يعني الهساب وش مدلي ما فهم جمعه نكمل ولا نعاود ان شاء الله تكونوا فاهمتوني كاملوا صح جيد نكمل هنا نكملوا أنا عندي 3 3 3 3 12 R 2 R 3 R 6 R وندي المعارم في جهة والمجهل في جهة ندو إذا 6 R تساوي 24 ندو 12 منه ناقص 12 إذا 6 R وش يساوي 24 ناقص 12 تقولي يا أستاذ 12 جيد وقسموني على 6 إذا R كم يساوي 12 على 6 بحثنا عن الأساس أنا عندي الأساس أنا عندي الأساس أنا عندي الأساس ذكروا نكتبوا عبارة الحد العام رقم 2 كتابة عبارة الحد العام أو نقول U N بدلالة N U N بدلالة N صح نكمل عمليح إذا U N وش يساوي نكتبوا القاعدة U0 زائد N في R إذا وأخيرا إذا U N وش يساوي U0 أعطى لي هو القيناة 3 أعطى لي هو مش القيناة زائد N مجهولة R القيناة 2 إذا وأخيرا U N وش يساوي تساوي 2 U N زائد كم زائد 3 هاي كتابة عبارة الحد العام صح إن شاء الله تكونوا فهمتوني تحبوا نزيدوا مثال آخر ولي يقولك كيفاش نحسبو ولا يقولك عين الحد الخامس ولا العين الحد السادس أو هلنا رح نزيدها فكما عليش نزيدها هنا سؤال آخر مو رح تستمرين صح نزيدوا سؤال رقم ثلاثة مثلا إذا طلبنا يقولك عين من حد تعيين مثلا تعيين الحد الخامس عشر الخامس عشر بنعوضوا نعم ذكرون در يزاكي ذكرون در وسط الحسابية ما عليش ايهموا لي هذه برقص در وسط الحسابية صح تعيين الحد الخامس عشر بنعوضوا جميعا كان بقتنا يقولك يا أستاذ أنا عندي إشكال ها عندي جاة في تعليقات واحد يكتب كان يكتب يستاش كان يكتب أربعطاش بدينها من أشفر بدينها من أشفر لا لا مش أنا نجمة بدينها من أشفر يعطاني اي 0 وراه نص التمرين مثل اثنين يقاموا تلي حسبية حد والاول اي 0 اعطاني اي 0 بدينا من السفر شوفوا إذا اذهبت لكم بديلوا الطريقة هذي ايضا طريقة هذي هل نعرفوا الحد إذا بدت من السفر هل ايش يسمى الحد الحد الاول احسن طريقة مطرحوا الكمس هذي خلاص صحة لاش ندلو اربعة عشر تبعوا معي يا شباب هو هو قالي ال 15 مثال من عندي فقط اجماع عني درت سؤال من عندي فقط قالك لو طلب منها عين الحد الخامس عشر انا جبناها هذي مفهم مفروق من هذي هذي السؤال هذي احسن كتبنا عبارة الحد العام عني في السؤال هذي رقم 1 يجي دي الاساس بقينا الاساس يسوي 2 واكتب عبارة الحد العام كتبنا عبارة الحد العام بقينا هاي 2 آن زي 3 احسن اكد احسب اي صفر واي واحد واي اثنين واي ثلاثة رح تلقاهم اجمحهم تلقاهم 24 زيت كم سؤال من عندي كون يقولك عين الحد الخامس عشر بعض التلاميذ بعضها فقط بعض التلاميذ هنا يا عندهم اشكال كيفاش كيفاش يعين الحد الخامس عشر والحد تبا معي تشوف فاش نحضن تبا معي تشوف ها ننفي هذا كي يقولك عين هذي وش يعتبر الحد الاول هذي اي واحد وش يعتبر الحد الثاني و اي ثنين وش يعتبر الحد الثالث بس كم بدأت لانها بدأت من اي صفر صح اي صفر تشوف اي صفر هو الحد الاول اي واحد هو الحد الثاني اي اثنين بسك تلاحظ الحروف الحروف هذي الثالث تزيدوها اخر واحد اثنين ثلاثة هذا اي ثلاثة ربنا عود الحد ثلث الحد الرابع شوفوا اذا كان حرفيا الحد الاول بنا عوده بالصفر يعني اقل من من هنا كتر دار ملائك في التمرين قالك الخامس و عشر ما تكتبوه هنا او هنا نعم قولوا لي هنا ولا هنا في التمرين قد عين الحد الخامس عشر نعينه في الثانية اذا وش نكتبه هنا نكتبه الخامس عشر ربعة ما نعوضناه بثلاثة يعني اصغر اصغر منه بدرجة معناه وش نكتبه هنا نعوض باربعة عشر فهمنا خلاص؟ اذا لي قال اربعة عشر يعطيه الصحة ولي قال او ستة عشر يعطيه الصحة ما عليش؟ او ميم رح حاول ان شاء الله مزيج يغلط فيها في بعض الحالات اما يمدلي هذي يقول يجيب هذي او العكس صح نكمل عملية اذا احنا تعين الحد الخامس خامس عشر نعوضه بالاربعة عشر صح اربعة عشر وش يساوي اثنان في اربعة عشر زائد كم؟ ثلاث عوضنا اربعة عشر هنا وأربعة عشر هنا اذا كمان ما تشوف ايه اربعة عشر نعم نعوضه فقط بالعبارة اثنين في اربعة عشر ثمانية عشرين ونزيدوها ثلاثة اذا نقولي يا استاذ واحد وثلاثون واحد وثلاثون هو الحد الخامس عشر واحد وثلاثون هو الحد الخامس عشر صح ان شاء الله تكونوا فهمتوني هذي في المثال الثلاثة نروحوا نختار الوسط الحسابي اول حاجة لازم نفهم وش يقصد بالوسط الحسابي رح ندره هنا عنوان اخر عنوان هو الوسط ولا نقوله العلاقة هي افضل العلاقة العلاقة ما اضرب استغفر الله واتبوا اليه ماذا نقدر نكتبرك اهنا تقوله العلاقة بين ثلاث اللي عنده اشكال في الوسط الحسابي ماذا نعودلك من هذه الحدودة كمش عوضنا صح نعود نعود شوفوا ايه سفر ما نبدأ ايه سفر نبدأ بيه سفر معنى هالحد الاول اي واحد هو الحد الثانى اي اثنين هو الحد الثالث هنا تبقى دائمًا 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 طريقة هذي كلمة يقولك الثالث لو طلب مني احسب الحد الخميس والعشرون اكتب هنا الخامس والسادس والعشرون نروح السادس والعشرون واش هو؟ 26 هنا شماعة عوشاك مطلعظو هنا شك مطلعظو تقول لي يا أستاذ الرابع هنا نعوض الأول عوضنا بالصفر يعني كل الحروف يفوت الرقم بمرتبة واحد الثالث الرقم الثنين الرابع نعوض بالثلاثة الخامس عشر عوضنا بأربعة عشر السادس والعشرون نعوضه بإيه بخمسة وعشرين يعني دائما أصغر منه بمرتبة يعني نقص منه واحد احسب الحد ثمانون ديلاي تسعة وسبعون احسب الحد المئة ديلاي تسعة وتسعة وهكا إذا بدأت شرط إذا بدأت من الاسفر من عفوا من آن بدأت من آن يعني يعطيك اسفر إذا بدأت من اسفر خلاص صح روحوا الوسط الحسابية العلاقة أو نقول العلاقة بين ثلاث حدود متعاقبة من متتالية حسابية كي يقول لك أو نقول الوسط الحسابي الوسط الحسابي كي يقول لك A A B C ثلاث حدود متعاقبة متعاقبة عفوا من متتالية حسابية ماذا تعقب متعاقبة يعني يمور بعضها A 1 2 3 A 4 A 5 A 6 A 100 A 101 و 102 القاعدة وش تقول لك يقولوا محد متعاقبة كي تقول لك لي في الوسط 2B 2B تساوي A زائد السي هذي قاعدة تحفظ هذي قاعدة يعني لي في الوسط يقولوا مثلا نعطيك مثال نعطيك مثال من عندي شوفوا أرانه راقصي صح ها نعطيك مثال يقول لك مثلا E 5 E 6 E 7 هذه الثلاث حدود متعاقبة ثلاث حدود متعاقبة لي في الوسط لا أسماعنا عنا في الحسابية كي يكملوا حسابية رحوا الهندسينا شاء الله عنا في الحسابية فقط كي يكملوا حسابية رحوا بإذن الله الهندسينا هنا وش عندي i6 يعني وذي في الوسط اثنين i6 راه تساوي i5 زائد i7 خلاص يعني كيكونوا مربعضهم كيكونوا مربعضهم اثنين i6 يساوي i5 زائد i7 نختار إن شاء الله تكونوا فهمتون يسمع آه هذا قانون يحفظ يحفظ قانون يحفظ آه هنا لحظة فقط ما يملح طبعا ما يتشوف وش راح راح نختار باكالوريا آه عفوا قبل اختار باكالوريا ها مليك جميع القوانين يعني اني حطيتها في الصفحة نتيجة واني حطيتها في البيوت على تليجرام هاي لك العلاقة هاي العلاقة بين ثلاث حدود متعاقبة اشتوها ها زوميها لحظة A B C ثلاث حدود متعاقبة من متل حسابي أو نقول وسط حسابي 2B تساوي A زائد C هاي نختار مثال مع بعض نختار مثال مع بعض من باكالوريا نحظى نشوفوا كش ما كان باكالوريا في هالا الوسط الحسابي نحظى 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 صح نحظى نختار باك وراها نعم باك 2020 شوفوا معايا مليح نختار باكالوريا 2020 وراها عاوليك شوفش كتبلي ثمينة ثاني ايان متتالي لتكن ايان حسابي متلية حسابي حدو الأول يصفر وأساسها R حيث 2 ينقص يصفر يساوي أربعة و 1 زائد 3 يساوي 16 نقول لي يا أستاذ هل هذي نطبقوها كما دلناها منذ قليل؟ نحظى نقول لي يا أستاذ هذي نخدمك كما خدمنا بها من قبل دلناها نقولك لماذا؟ لماذا؟ لأن أطاني هنا لك كانت طاعة أطاني الأساس أطاني لحد الأول مجهول لحظة أطاني لحد الأول مجهول وأطاني كذلك الأساس مجهول شوفتوا؟ معناها وفزاد أطاني علاقتين أطاني العلاقة الأولى والعلاقة الثانية مثال نحن نختار مثال نعود بكتبكم في الورقة فقط هنا المثال تانا من باك 2020 صح وش عنتي؟ أطاني العلاقة الأولى اثنين ناقص اصفر يساوي الأربعة وزاد أطاني علاقة أخرى اولي واحد زائد اولي ثلاثة تساوي الستة عشر لاحظة مليحة يقولك لتكن الآن متتالية حسابية حدها الأول اصفر وأساسها آر حيثو أحسب الحد اثنين ثم الحد اصفر واستنتج الأساس نحساب الحد الحد اثنين ثم الحد بصفر واستنتاج واستنتاج الأساس الأساس بصفر صحة لكم العملية هنا كتبت الكمل لنص التمرين باش نحلوه مع بعض الله أكبره ركم معي اخترنا هذا المثال اللي عنده إشكال في الوسط الحسابي اللي عنده إشكال في الوسط الحسابي هنا تلاحظت تقول لي يا أستاذ لمش الصورة واضحة نعم 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 جيد شوفوا معي مليح تلاحظوا باللي لا لا ممكن عدكم شوفوا هنا تلاحظوا يقول يا أستاذ ليس ما تدلناش رح نديلوا الطريقة هاد هرا لا رح نديلوا الطريقة هنا نحظة قل لي يا أستاذ هنا في التمرين تعالى هذا أعطاني العلاقة هذي 24 ليش ما تدلناش الوسط الحسابي بس كو هنا مدلي الحد الأول هنا مدليش الحد الأول أعطاك كريو سفر مجهول والأساس مجهول دي جا أعطاني السؤال أحسب الحد بيثنين ثم الحد بيثنين ثم الحد بيثنين واستنتج الأساس احنا اخترنا مثال من باك 2020 اعطاك الطول جاوبت عليها يعني دي جا عرف اشي تكمل لها تمرين هنا تقول لي يا أستاذ ماذا نفعل طلبة مني اثنين شو كتلاحظ اثنين اي صفر هل توجد علاقة بيناتهم وكينا نقص جماعة هنا معدي ما ما احتجاش الحالية ما نسحقها نسحقها الثانية ثانية شو كتلاحظوا قلوا احنا اجابك سنجاوبوا قلوا بما أن احنا اي واحد اي ثلاثة شو كلي في الوسط قل لي اي اثنين جيد احنا شو قلوا احنا قلوا بما أن بما أن اي اان متتالية حسابية خلاص قلت له بما أنها متتالية حسابية احنا راح نفعل قلوا بما أنها متتالية حسابية قلوا بما أنها متتالية حسابية اي vamosع تفهم اheits goodness اي واحد اي ثلاثة احنا قلنا انا وسط واسão حسابي الوسط الحسابي واش يساوي twenty الواحد وثلاثة واحد والثلاثة واش قلوا بيناتهم ال seventeen ужبوا بيها اكتنا اكتنا لا ايا نعم جيد جيد هنا هنجمع هذي طبقنا لوسط الحسابي علاش مما تليش الاساس ومما تليش لحد الاول معنى هنطبق لوسط الحسابي مما دي لا اساس لحد اول فهمنا اذا هذي اي واحد اي ثلاثة هذي في المعطيات هاهي ليك ستة عشر نجيبه ونحط هذي نجيبها ستة عشر اذا اثنين اي اثنان وش يسوي اي واحد زي اي ثلاثة ستة عشر هذي القيمة هذي كومبلي هذي القيمة نجيبها نبدلها هنجمعها نا بدلها هذي اذا نكمل معي تشوف اذا نقولي ستة عشر اقسم ليلة هذي اثنين وش يسوي ستة عشر على اثنان اذا ستة عشر على اثنان اذا اثنان وش يسوي ثمامية شكولي مفهمنيش نعود ها نستعملنا وظفنا وظفنا الوسط الحسابي شكولي مفهمنيش هلاش لا مش هكا قالي ماشي هكا هلاش هلاش انا كنا عندي زوج فقط عندي زوج تصلح كنا في بعض الحالات كي في بعض الحالات اي شماعه خلي نكمل كم هذا المثال ونزيد كمي تلفت نعود معيش تلفت نعود شوفوا عكزوا معي مليح في هذي هذي العلاقة هو أعطها لي العلاقة هو أعطها لي اي واحد زي اي ثلاث يسوي ستة عشر وطلب مني احسب احسب اي اثنين مش كون اي اثنين معناها ذلك نعطكم سؤال واحد نعطكم مثال واحد اخر اعطاني اي واحد زي اي ثلاث يسوي ستة عشر اكيد راح يقولك اكيد راح يقولك اعطيني لي في الوسط اي ثنين يعني اثنين اي ثنين تسوي ستة عشر وبعد يجيبوها هذي اي واحد زي اي ثلاث بدلها بنتاحها بدلناها ستة عشر بعد اثنين يقسم نحن قولي يا أستاذ لو أعطيها لنا هكذا لو أعطيها لنا تبا معين بها واحد زايد اي ثنين زايد اي ثلاثة لحظة نعطي مثال من عندي باش تفهموني احنا نفهمنا منذ قليل واحد زايد اي ثنين زايد اي ثلاثة اعطيها لك مثلا خمسة عشر مثال من عندي فق هذي مثال حالة اخرى حالة اخرى هنو اي سرح يقولك اي سرح يقولك سؤال جد ماذا نجد اعطيني ايجاية اعطيني السؤال اي سرح يقولك سو جد نستنى فيك قولولي ماذا رح يطلب منك السؤال اي اثنين سؤال جيد اي اثنين جيد اي اثنين تعالي اللي اخدمناها اللي اخدمناها اللي اخدمناها اللي اخدمناها وين كان نزوج حدود براك وره المشكلة اين الاشكال هنو جماعة شوفوا معين مليح قولوا كذلك بما انه او يقولك حسابية بطبيعة الحالة او يقولك حسابية قولوا بما انه اي اان حسابية واش تفهم تفهم باللي اثنين اي اثنين راح تساوي اي اي واحد زائد اي اي اثنين هذا الفرق على بارك على بارك هذا الفرق على بارك باشكال فيه يعدك ثلاثة ولا ازوج تبع معين مليش بارها مشكلة نعود نهزل العلاقة متاعية جمع تبديلي ومش تبديلي نقدر نبدله تقولي يا استاذ نقدر نبدله تقولي اي اي واحد زائد اي 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 ثلاثة زائد اي اي اثنين تساوي خمسة عشر التفهمينا ممت coh Sketch شوفوا فين فرق بين هذه ولو اقدمناها هذه معناها سهلة وهكذا مباشرة و اقسم على اثنين تولي اثنيين فقط بينما إذا كانواработك وhésitezل تولي ثلاثة قصكم اثنيين والواحد تولي ثلاثة أو سفر أو عفواً ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة تسوي كم؟ خمسة عشر ثلاثة أو ثلاثة أو خمسة عشر وقص يعني إلي ثلاثة إذن أو 2 وش يسوي؟ خمسة عشر على ثلاثة كم مالما لاتشوف؟ خمسة عشر أو ثلاثة إذا من U2 كم يساوي؟ تساوي خمسة هذا مثال من عندي فقط، مثال من عندي يسمع أبوش تفهموني أكثر مثال من عندي هذا إذا متلي ثلاث حدود إذا متلك ثلاث حدود وقالك أعطني لفروس تفهم بلي ثلاثة U2 ثلاثة U2، ثلاثة منها تساوي العدد اللي يعطيه لك كمعين، مين جبناها؟ جبناها من الواسطة من حسابي قدر يجب الفاصيلة المشكلة، قدر يجب الكاسر لها المشكلة ماذا يقول لك الأساسي لا يجب الفاصيلة كاسر 5 على 2، ولو واحد 3 على 2 لا يجيش رح نبإذن الله ندلك فيديو في اليوتيوب على متتارية حسابية في هاته الكصور بإذن الله ان شاء الله انتظرونا فقط الكاسر هو نفس الفاصيلة 5 على 2،ها معك لا يظهر في الفاصيل صحة نرجع نرجع القنابل كاستريجي نزيد مثال اخر جيد معلش نزيدكم مثال اخر راوليك عاطوني مثال اخر لا اله الا الله محمد الصلاح لو تعطي لنا مثلا مثلا اي خمسة زائد اي لي سبعة تساوي لحظة الاسم تاعي لسلت خلت تخرج لك القناة تاعي كامل عني دير بزر فيديوهاتي صح نعطي مثال اخر من عندي ها مثال اخر كي نذهب اكثر وراها الورقة تاعي لاحظة لاحظة فقط صح نعطي مثال اخر خمسة ماذلا هذي اعطي لي 30 وشتراح يقولكم السؤال أعطوني السؤال وشتراح يقولك السؤال عطاك العلاقة هذه وشتراح يقولك السؤال اعطاك برك ما اعطاك منه لا احد اول اساس ايه 6 جيد جدا بس كنزوج برك ما ناس اعنا هذي كنزوج كنزوج وشتراح تدير تاية راح تدير قلو بما انه بما انه تكتبها اشارة هذا متتالية حسابية يعني ماذا يعني اثنين ايه 6 اهنا راح يقولك جيد جيد ايه 6 بس كنه في الوسط خمسة والسبعة وهي في الوسط اثنين ايه عفوا اثنين ايه 6 تساوي ايه 5 زائد ايه 7 معنى هذو زوج بهم بدلوهم هذو زوج ان نحوهم يجمع ايه 5 زائد ايه 7 تساوي 30 هذي اعطيها لي هو هذي 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 بدلوها بامتاحة هاهي ليك متو امين اذا نكمل معين شوف اثنين ايه 6 تساوي 30 اقسم لي اذا ايه 6 وش يساوي 30 على اثنان اذا ايه 6 كم يساوي 15 واهنا لقينا عفون 6 عفون 6 وش عرفين ايه 2 ايه 6 يساوي في الوسط اذا امدري 3 كم ندرنا هذا كم ندري 3 هذي كم ندري هذه 3 وراء المشكل هذا و هذا النحوهم نحوهم نحوهم و هذا زوج النحوهم بهم بدلوهم باثنين من هذه اثنين منها اثنين و الوعدة واليه ثلاثة عنده هذو زوج نحوهم ونبدلهم بزوج من اثنين 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 تولي ثلاثة هاذو الزوج نحوهم هذي و هذي نحوهم ونبدلهم بانتاح لان الوسط الحسابي خلاص تمتونيوز معا الله الله حطوا معا صح نكمل عملية وراه الورق متاعي لكم نكمل عملية صح نكمل عملية ها أنا راح نضيف المثال ثلاثة ياساً ما يكون غير خاطركم ان شاء الله ما عليش مش مشكش راح نزيد كمي المثال واحد اخر ها باش اخر اخر مرة نعطيك مثلا اي ثلاثة زائد اي أربعة زائد اي خمسة تساوي تفاقي نحسب لكم الحدود نحسب لكم الحدود متسلية من عندي باش نحسب الحدود نحن عندي نشال اثناني واربعه من عندي اثناني واربعه كمال ما يتشوف احنا مش راح يقولي السؤال عطوني السؤال اثناني واربعه عطوني مش راح يقولك السؤال لي يوا جد اي 14 او اي ارامة الحديد اوف ناجد اي 4 عزيك هنجد اي 4 واش نجد واجماعه اهنا واش تفهم اقولوا كذلك واجماعه في الحسابيه اكيد اعنا الحسابيه انشفيها اكيد قمالة بما انه متتالية حسابيا واشتفهم معناها اثنين لف الوسط اثنين اي اربعة ماذا تساوي تساوي اي ثلاثة زائد اي خمسة هذي قاعدة جبناها من الوسط الحسابي جيد جدا بعدها واش تقول بعدها واش تدير هذي شمع تبديل يا باش نفهمكم بارا احنا قدرنا نبدلهم انا قدروا اش تقول يا استاذ هذي اي ثلاثة زائد هذي اي خمسة زائد اي اربعة تساوي اثناني واربعة هذو اثنين هذو زوج هذو زوج اجمع هذو زوج نحوهم بدلهم بتاح باثنين اي اربعة زائد اي اربعة تساوي اثنين واربعين خلاص اذا كمان ما تشوف اثنين اي اربعة اي اربعة واش تقولي ثلاثة اي اربعة تساوي اثنين والواحد تساوي اثناني واربعون اذا نقسمها لثلاثة اذا اي اربعة واش يساوي اثناني واربعون على ثلاثة فحل تسوي هزبوا اي اثنين واربعين تسمى اثلاث اذا اربعة عشر اي اثنان اي اربعة عفون اي اربعة يساوي اربعة عشر فهمتوني يا جماعة ان شاء الله تكونوا فهمتوني بسكوا عيد عاودتها اثلاث مرات لاحظة فقط اشتركوا في القناة صح نكمل العملية اهنا نرجع لممثال تانا انت مثالنا اتخلطي الاوراقة بلمزية بلمزية صح نكمل العملية ان اجماعة واش قللي اي حساب الحد الاول اثنين قناة اثنين قناة ثمانية قناة واش خصني ثم الحد الاول يا جماعة الحد الاول واضح نكملكم هنا يا الحد الأول يجمع هو أعطالي العلاقة هذي 2-0 يسوي 4 شو العلاقة هذي لاش مداري باش نقدر نجيبها الحد الأول فقط باش مدوخ كمسل باش نجيبها الحد الأول بركة واش تقول له ايش عندي عندي 2 لقيناه 8 نقولوا لدينا مين لدينا من المعطيات عندي 2-0 يسوي 4 ما تفهمين الـ 2 عندي نجيبها ونعوضها هنا إذا نشتولي 8-0 تسوي 4 وندي المعطيات في جهة ونجيبها إذا نكمل عملية عوضنا فقط نعاوض جماعي نجيبنا نوسط الحسابة اعتمدناه مننا لنحلوه في باق 2022 E1-E3 بدلناها بدلناها 2-E2 لقيناه 2-E8 لماذا تلقى E8 هو قال لي أعطني E2 وبعدها قال لي ثم أحسب الحد E0 الحد E0 يعني الحد أول جيبهم العلاقة الثانية علاقة الثانية E2 اثنين بدله بالطراسط مش يولي ثمانية بدله ثمانية أديه من هي الطرف الآخر إذا ناقص E0 تسوي 4-8 إذن إذن كنكمل عملية ناقص E0 ناقص E0 ناقص E2 ناقص E2 تفهمين كيف جيبنا E2 خلاص فهمنا فهمنا كيف جيبنا E2 صحي نعم العلاقة الثانية اللي اعطاها للعلاقة الثانية إثنين ناقص إسفر تساوي أربعة هذه مدارية لماذا نجيب بها إسفر فقط إثنين وجدناه ثمانية عبدله بثمانية يجمع بدولي بثمانية بركة هذا بدولي بثمانية وش كما كيفوك هذه وقت بدلناها بثمانية الدين ما علي في جهة ومش هي في جهة ثمانية ديناها الطرف آخر ثمانية ناقص إسفر أربعة ناقص ثمانية تقولي يا شيخ ناقص أربعة تروح ناقص اضرف النقص تروح ناقص مع النقص لازم تكتب إسفر واحده يا جماعة إذن إسفر كم يساوي؟ إسفر يساوي أربعة قال لي لي تذرع لي هذا الضرق ما شفت هذا تقيقة بركة تقيقة رح نقاود تفهمك شوفه معي مني احنا نفي شيخ كم الباكالورية باش تفهمني أكثر ها لا لا لاحظة شوفوا معي مني شوفوا العلاقة هذه أنا عاود نقرأ الباكالورية شوفوا قال لك احسب بالحد اثنين ها يعني في هذه احسب بالحد اثنين وجدناها ثمانية ولا لا هاذي جبنا بها باش تفهموني هاذي جبنا بها الاثنين اثنين وجدناه ثمانية وبعده وش نديرو هاذي نسحقها ليش هاذي يعطيها لي هو اعطيها لي هو اثنين وجدناه وجدناه ثمانية بده لي بثمانية وبعد نديرو المعالين فيه جهة والمجاين فيها صعي هذي لقناها تقدر تلقي يسفر هذي من المعطيات لازم يعطيها لك هذي لازم يعطيها لك كنت راح ذا كورتف اغلب ثمانية يعطيك المعطيات هير فانتونيها نعينوك بالعمالياتي صحة شوفو لقنا نوالسفر عوضناها بالتحدي لثمانية ميني وانا نقص ثمانية ميني وانا نقص ثمانية أربعة نقص ثمانية نقص ثم طلب مني أكتب ثم واستنتج الاساس R كيفاش نجيب الاساس R يجمع عندك الاساس يقولي الشيخ 4 وعندك تبع ما يتشوف وعندك الاساس وش يسوي سوي 8 كيفاش نجيبو لا لا نجيبو في الاساس هذي يجمع عندك الاساس نكتب عبارة الحد العام انا عندي نعفو باللي يجمع اي انا وش يسوي اي انا وش يسوي اي اذا أتشوف عندي اثنين وعندي اي اصفر نقدر نجري بها الاساس عاوز بالثنين عاوزها هنا اي اثنان تسوي اي اصفر زايد ام اي اثنان بثمانية بدلها لي بثمانية تساوي إيه سفر عندي أربعة زائد اثنان في أر بدلنا هذا بالقيم توح خلاص إذن نكمل عملية قدي ثمانية منها ثمانية ناقص أربعة تساوي ثمانية ناقص أربعة أربعة تساوي ثمانية أر أجماعة هذه بسيطة جدا كما حبيت كما حبيت ولا تنقصه مش مور بعضها إذن إذن نقصمه عليها أربعة على اثنين تساوي أر إذن أر كم يساوي أربعة على اثنين اثنان وجدنا خلاص إن شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه هذه تكونوا صح إن شاء الله تكونوا فهمتوني إذن نظن نختم الحصة أه مجدن أعد تساوي أدركي معي وانصد أنا معك إن شاء الله تكونوا فهمتوني إذن فهمت أو لا الله فهم نقصد بارك الله وفيك باركة الله يحفظكم كامل إن شاء الله إن شاء الله نلتقي آآ لحظة لحظة نقف لتسجيل تعالى لطريقة فقط طريقة شكرا